استقبل الرئيس عبدالفتاح سيسي شود يونيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو والوفدة المرافقة له وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد الاعتزاز المتبادل بالشراكة طويلة الأمد بين مصر والفاو التي تنعكس في مشروعات التنمية المتعددة في مجالي الزراعة والغذاء حيث أعرب مدير عام الفاو عن تقديره الكبير لما شهده خلال زيارته الحالية لمصر من تطور تنموي لافت عمرانيا وزراعيا وصناعيا مؤكدا التزام الفاو بمواصلة وتكتيف التعاون مع مصر وقد شهد اللقاء التباحث بشأن أزمة الغذاء العالمية وبالأخص ما يتعلق بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على مصر حيث أوضح الرئيس السيسي سعي مصر لتجاوز هذا التحدي بشكل جذري من خلال تحقيق طفرة في مساحة الأراضي الزراعية وكذلك من حيث التوسع الرأسي عن طريق التركيز على البحث العلمي والتكنولوجي لتحسين الإنتاجية منوها في هذا الإطار بالمشروعات الزراعية الضخمة التي تنفذها الدولة لتحقيق هذا الهدف والتي أثمرت عن بدء إنتاج مئات الآلاف من الفدادين الجديدة بما سيصل إلى أربعة ملايين فدان تدخل جميعها الخدمة خلال العامين الجاري والقادم وقد أوضح مدير الفاو متابعته والمنظمة بشكل وثيق للتجربة المصرية في التنمية الزراعية ما تم منها وما يجري تنفيذه وذكر متحدث الرئاسة أن اللقاء شهد تباحثا معمقا بشأن الأوضاع في قطاع غزة حيث تم تنول الأوضاع الإنسانية الكارثية التي تصل إلى حد المجاعة في القطاع وجهود مصر المكثفة لإدخال المساعدات برا وجوا لإغاثة أهل غزة وأعرب مدير الفاو في هذا الإطار عن بالغ التقدير للدور المصري التاريخي الذي يتسم بأعلى درجات المسئولية والتجرد مؤكدا الحرص على تقديم كافة سبل الدعم للجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر